ما نريد عمله في هذا الفيديو هو أن نفكر في مصدر موجتين لكن واحدة منها ستكون ثابتة والأخرى ستكون متحركة ستتحرك بمقدار 5 متر في الثانية باتجاه اليمين ما سنفكر به هو أين تقع ترددات الموجة المنطلقة خلال الثلاث أو الأربع ثواني القادمة لنقل أنه في كل الحالتين يتم إطلاق موجة سرعتها 10 متر سرعتها 10 متر في الثانية يمكنك تخيل ذلك كموجة صوتية لكن سرعة الصوت أسرع بكثير من 10 متر في الثانية لكن هذا أسهل للعمليات الحسابية خاصة بالنسبة لهذه التي تتحرك بسرعة 5 متر في الثانية وهذا كل الموضوع ليعطيك حدث في عمل الحسابات الرياضية بشكل أبسط وهتين النقطتين ستكونان الموجة والتي سرعتها 10 متر لكل ثانية وفترة الموجة ستكون ثانية واحدة لكل دورة وإذا كانت الفترة هي ثانية واحدة لكل دورة نأخذ معكوس ذلك ونحصل على التردد الفريكونسي أعتقد تستطيع أن تسميها بالموجة عندما تنبعث ستكون معكوس الواحد وهي واحد ولكن دورة واحدة لكل ثانية إذا كان تتطلب ثانية واحدة لكل دورة إذن أيضا في ثانية واحدة سترى دورة واحدة لنرى ما يمكن عمله هنا لنفكر في أين ستكون الموجة بالضبط قبل ثانية واحدة أين ستكون الموجة الآن لنفكر في الحالة الثانية عندما ترسل هذه النقطة موجة سوف تتحرك للخارج إذن تتحرك للخارج بشكل قطري يجب أن نعطي اتجاه إذا كنا سنتحدث عن الحركة إذن هذه تتحرك وهي قد أرسلت موجة إذن هذه يمكن أن تكون هنا لنرسومها بشكل أوضح هكذا هكذا حسنا إذن هنا ستكون الموجة وماذا عن النقطة؟ أين هي الموجة لهذه النقطة التي أرسلت موجة قبل ثانية؟ أين ستكون بداية الموجة؟ كانت هنا قبل ثانية من الآن كانت تبعد بمسافة 5 متر لكل ثانية تذكر أنها ستتحرك بمقدار 5 متر لكل ثانية باتجاه اليمين لذا يمكن أن تكون في هذا المكان إذن الموجة التي أرسلت قبل ثانية قبل ثانية ستكون سيكون القطر لهذه النقطة يساوي 10 متر دعوني أقوم بنسخها ولسقها هنا إذن أقوم بنسخ هذه ولسقها هنا أضعها في هذا المكان إذن هذا مكانها الآن وهنا كانت قبل ثانية حيث أرسلت موجة التي تتحرك الآن بمسافة 10 متر هذا غير دقيق لنرسمه بهذا الشكل هذا هو 5 متر وهذا 10 متر ولكنك حصلت على فكرة عامة الآن لنتابع لنفكر الآن بالموجة التي ترسلها هاتين النقطتان بعد ثانيتان هذه النقطة كانت ساكنة طوال الوقت إذن أرسلت قبل ثانيتين ستكون بسرعة 10 متر لكل ثانية وستكون للخارج بقطر مقداره 20 متر باتجاه المركز من المصدر إذن ستبدو هكذا ستبدو هكذا أرسم فقط الموجة التي أرسلت وهذا يشبه الماء كما لو أنك ترمي حصى داخله فإنه الموجة تنتشر قطرياً الخارج من النقطة التي ألقيت بها الحصى وتكون كدائرة حول النقطة أو المصدر إذن كانت هنا قبل ثانيتين قبل ثانية كانت تبعد 5 متر لليسار وإذن هذه الموجة التي أرسلها هذا المصدر ستكون بمقدار 20 متر بعد ثانيتين دعوني أقوم بنسخها ولسقها هنا حسناً هكذا إذن المركز سيكون هنا النقطة الحمراء أو هنا حيث كان قبل ثانيتين لنقوم بذلك مرة أخرى مرة أخرى ماذا عن الموجة التي تنبعث عن أي مصدر منهما قبل ثلاث ثواني حسناً ستكون بقطر مقداره 30 متر للخارج مرة أخرى يمكن نسخ هذه واللسقها إذن ستكون هنا هذه الموجة ستكون هنا كما التالي هكذا هذه النقطة أو المصدر كان ساكن طوال الوقت ماذا عن هذا المصدر؟ حسناً هو لم يكن هنا قبل ثلاث ثوان كان هنا حسناً قبل ثانية هنا قبل ثانيتين هنا قبل ثلاث ثوان هنا إذن سيكون القطر 30 متر للخارج ومرة أخرى سأنسخها وألسقها إذن سأنسخ هذه وألسقها هناك هكذا ويجب أن تكون متمركزة هنا هكذا الآن لنفكر ما هو تردد الموجة الحاصلة هنا سيكون للمراقبين نستطيع وضع المراقب هنا أو أي مكان هنا أو في أي مكان حول هذا المصدر نضع المراقب هنا والمراقب الآخر هناك إذن ماذا سيلاحظ هذا الشخص هنا المراقب؟ حسناً في كل ثانية سيحصل على نبضة للموجة وهناك بعض الأشياء التي تفكير بها في البداية ما هو طول الموجة هنا؟ حسناً في كل ثانية يحصل على ذبذبة أو نبضة للموجة لذا قبل ثانية النبضة التي هناك تحركت 10 متر ثم أرسلت نبضة أخرى إذن النبضة ستكون متبعدة بعد ثانية بعد كل ثانية لكن تحركت بمقدار 10 متر إذن طول الموجة في هذه الحالة سيكون 10 متر المسافة بين الموجتين هي 10 متر ماذا عن الوضعية هنا عن هذه الحالة؟ إنها تعتمد في أي جانب يكون إذا كان المصدر يسير باتجاه أو باتجاه المعاكس كما هو الحال مع هذا المصدر إذن إذا كان يتحرك باتجاه فهو يرسل النبضة لنقل يرسل نبضة هنا ومن ثم يتحرك 5 متر لليمين قبل إرسال النبضة التالية وبدلا أن تكون متبعدة بعشرة أمتار هنا في هذه الحالة هذا الشخص هنا قرب المسافة بمقدار 5 أمتار إذن هذه النبضة هنا ستكون متبعدة بمقدار 5 أمتار إذن هنا طول الموجة هو 5 متر ويمكن رؤيتها بعينيك هذه المسافة هنا هي نصف المسافة هناك هذه 5 متر متبعدة من الجهد اليسرى إذا كنت في الجانب المصدر الذي يبتعد المصدر عنه سيكون 10 متر لكن في كل ثانية المصدر يسير 5 أمتار أخرى بعيدا عنك طول الموجة هذا سيشاهد هنا وسيكون بمقدار 15 مترا إن نستطيع رؤيته بعيننا لهذا السبب رسمته هنا والآن ما هو التردد الحاصل هنا هذا المصدر لديه موجة واحدة تمر به الآن ستأخذ ثانية واحدة قبل إرسال الموجة التالية لأنها تتحرك بسرعة 10 متر في الثانية لذا سيرى المراقب دورة واحدة في كل ثانية إذن سيرى دورة واحدة لكل ثانية أو تردد واحد واحد هيرت وهذا منطقيا هذا جسم ثابت كلاهما ثابتان بالنسبة لبعضهما البعض ونتحدث أيضا عن الفيزيال الكلاسيكية ونحن لا نحصل على النظرية الأساسية لكن التردد المرصود هو نفسه التردد المنبعث من هنا الآن ماذا عن هذا الوضع؟ كل من هذه الموجات هي 5 متر متباعدة بمقدار 5 متر إذا تخيلت ذلك بأنه قطار يسير نحوك هذا المصدر كل من هذه الموجات هي متباعدة بمقدار 5 متر لكنها تسير بسرعة 10 متر في كل ثانية لذا كم دورة سترى في الثانية؟ هناك اثنتان منهما هذا سيأخذ نصف ثانية ليصلك وهذا يحتاج لنصف ثانية أو يمكن القول هذا يحتاج لنصف ثانية ليصلك وهذا يحتاج لثانية ليصلك لذا سترى اثنتان لذلك يمكن القول أن الفترة في هذه الحالة هي النصف هي النصف ثانية لكل دورة نصف ثانية أو يمكن أخذ مقلبها عند التردد المرصود هنا سيكون هو دورتان في الثانية إذا التردد سيكون دورتان لكل ثانية وأعلم سابقا أن هذا الشخص يختبر تردد أعلى من هذا الشخص لأن هذه الموجات هنا تمر به بشكل متكرر لأن هذا الشخص يتحرك بنفس الاتجاه لهذا الشخص فهما قريبان لبعضهما وهنا هذا الشخص سيختبر الشيء المعاكس لنقول أن هذه الدورة أو الموجة تمر به كم من الوقت تحتاج لتحدث الموجة التالية لتصل إلى 15 مترا هي تسير بمقدار بسرعة مقدار 10 أمتار إذن هذه الفترة ستكون واحد ونصف ثانية لكل دورة هذه الفترة المرصودة لهذا الشخص وإذا أخذته مقلوب ذلك ستحصل على التردد وهو 2 على 3 دورة لكل ثانية إذن عندما يتحرك المصدر بعيدا عن هذا المراقب عندها التردد المرصود أو التردد هو أقل من التردد للموجة الحقيقية المرسلة وعندما يتحرك المصدر باتجاه المراقب التردد يكون أعلى يبدو هذا غريبا بعض الشيء لكنك اختبرته من قبل وهذا يسمى تأثير دوبلر دوبلر إفكت وهذا بالضبط ما اختبرته عندما اختبرته عندما يمر قطار انتبه لا تقترب كثيرا منه وكلما اقترب القطار نحوك ستلاحظ أن صفارة القطار يزداد ترددها وبعد أن يمر بك ويبدأ بالابتعاد سيكون له تردد أقل وهذا التردد المرصود من خلال أذنيك ودماغك تستطيع أن تحس التردد إذن عندما يقترب القطار منك سيكون بطبقة عالية وتردد عالي وعندما يبتعد عنك يكون هناك طبقة منخفضة وتردد أقل آمل أن رسمه بهذا الشكل يجعلك تأخذ الفكرة لماذا هذا يحدث لماذا هذه النقاط في الدورة أو هذه الموجات هي أقرب لبعضها عندما تتحرك باتجاهك وعندما تبتعد تكون أبعد عن بعضها في الفيديو التالي سنقوم بذلك باستخدام أعداد لنتعرف على صيغة للعلاقة بين التردد المرصود والتردد المنبعث أو المرسل ترجمة نانسي قنقر